من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور ريبين. السلام أهلا بك دكتور ريبين. إلينا وصلت نتائج المشاورات التي يعقدها الآن الرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي. مع الأحزاب العراقية والكردستانية. وكان هناك أنباء عن إرساله مبعوث شخصي إلى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم. هل هناك أي نتائج حتى الآن تتعلق بالتشكيلة الحكومية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية تحياتي لحضرتك ولكافة مشاهدي تلفزيونكم الموقر. بالنسبة لما يحدث في العراق. الكل يعرف بأنه أصبحنا في دوامة صعبة جدا. لأن هذا السيد محمد توفيق العلاوي. هناك تسمية خاطئة من قبل وسائل الإعلام. يتم تنسيبه إلى اسم معالي. بأنه مرشحا لرئاسة الوزراء. الاسم الأصاح قانونيا يجب أن نقول بأنه تم تسميته. التسمية من قبل الرئيس الجمهورية لا يعتبر مرشحا لأن المرشح يعتبر مرشح لتأسيس الكابنة الوزارية بعد تصويت البرلمان. الخطوة الأصعب أمام سيد محمد توفيق العلاوي هو الجلسة البرلمانية. الذي يجب أن يحصل على الأغلبية البسيطة. أي نسبة 50% زائد واحد من أعضاء البرلمان. فهل يتم ذلك أو لا؟ فيجب أن يقوم الرئيس الوزراء شخص سيد محمد توفيق العلاوي بحراك ميداني للملمة الأصوات المتوقعة بأن يكون يصوتوا لكابنته الوزارية. الذي يعتبر تكملة لكابنة الوزارية السابقة لسيد عبد العبد المهدي. ولا نتصور بأن هذه الكابنة الوزارية يعمل أي شيء جديد. هل تقول أن محمد علاوي من خلال إرسال مبعوث شخصي إلى أربيل. هو يسعى للحصول على دعم وموافقة الكرد لترشيحه وتكليفه لرئاسة الحكومة. وليس على التشكيلة الحكومية. كمرحلة أولى نحن في القائمة الكردستانية. لا نعتبر بأن هذا المهام اختيار شخص لتلبي هذا المنصب. من اقتصاصات مباشرة للمكون الكردي. وترك هذه المسألة لإخواننا من الشيعة. وإذا اتفقوا هم على مرشح. كما شهدنا هذا الاتفاق. هل على عرض الواقع وعند الجلسة البرلمانية يتم أو لا. فإنها خطوة سابقة لأوانه. إذا يقوم معاليه. لأنه لا توجد أي فترة زمنية أمامه. وأصلا يعتبر تشكيل هذه الحكومة متجاوزا. السقف الدستوري. لأن بمجرد الدستور بعد 81 يجب أن يتم اقتراح الاسم بخلال 15 يوما. تعرفين حضرتش. وخلال 30 يوما يقوم بإنشاء الحكومة. هل لدى الأكراد الآن أي مطالب واضحة ومحددة دكتور ربيين؟ هل للكرد أي مطالب وتوقعات من الحكومة العراقية المقبلة؟ التوقعات هي كما يلي. أولا تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين قليم كردستان وبين بغداد. الذي استغرق أشهر طويلة. من شهر الثالث إلى نهاية السنة الماضية. من خلال حقبة سيد عبد العبد المهدي. وتم التوقيع على اتفاقية التفاهم والتصفير المشاكل بين بغداد وأربيل. فهذه الاتفاقية ترجمة الأقاوين الموجودة فيها إلى أفعال. تقع على عاتق هذه الحكومة الجديدة. وأيضا وقف العنف. يوم أمس صدر من قبل رئاسة قليم كردستان. بيانا استكاريا لهذا العنف المستمر الدائم في العراق. نخشى ما نخشى أن يكون العراق تجربة مستنسخة من تجربة لبنانية. الذي أكلف حكومة. وكتم إنشاء الحكومة في 21 الشهر الماضي. برئاسة سيد حسان الدياب. ولكن هذه الحكومة لم يستنتج من رحم مطالب المتظاهرين. ولم يلبي هذا. يجب أن يكون حكومة استجابة للمطالب المتظاهرين. دكتور رابين سلام عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني من أربيل. شكرا جزيلا لوجودك معنا.